إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين كافة للجن والإنس أجمعين ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومن عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا معاشر الجن واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله في الأرض ولا في السماء واسمعوا وأطيعوا لعلكم تفلحون واعلموا أن لكل شيء صانع وصانع كل شيء وخالقه هو الله جل علاه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل هو الذي خلقكم من مارج من نار فقال في كتابه الكريم وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو الذي خلقكم من نار السموم فقال عز من قائل والجن خلقناه من قبل من نار السموم خلقكم لأمر عظيم بينه للجن والإنس وأرسل من أجله الرسل خلقكم لعبادته وحده وطاعته وطاعته دون ما سواه قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم هذه الحكمة من خلقكم فإن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا ولن يترك شيئا سدا وهو القائل سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنما خلقكم لعبادته خلقكم لإقامة أمره معاشر الجن اعلموا أن الله عز وجل حذركم من اتباع أبيكم إبليس لأنه كفر بالله وعصاه فطرده الله عز وجل ولعنه وأقصاه ذلك أنه لما خلق الله آدم بيده مكث أربعين ليلة جسدا ملقا وكان إبليس وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه ثم يقول لشيء ما خلقت ولئن سلط عليك لأهلك النك ولئن سلط علي لأعصينك فلما نفخ الله فيه من روحه قال للملائكة قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات قال لهم اسجدوا لآدم وذلك تعظيما لشأن الله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام حسده على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا قيني وكان بدء الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام فقال له الله عز وجل أخرج من الجنة فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فطلب من الله أن يمهل في أجله إلى يوم القيامة فأمهله الله فقال حينها فقال حينها كما أضلتني وطرتني من الجنة بسبب آدم سأضل ذريته وأضل كل من أراد عبادتك عن صراطك المستقيم لذا فإبليس هو رأس جنود الشياطين وهو يغوي بني آدم ويغويكم ويصدكم عن صراط الله المستقيم ويرسل أتباعهم شياطين الجن ومردتهم ليؤذوا الذين آمنوا بالله الواحد القهار ليؤذوهم بالظلم والقتل والقتل بالسحر وبتلبس أجسادهم وليوسوسوا في صدور الجن والإنس وليكفروا بالله العزيز الحميد وقد سخر الله عز وجل الجن لنبي من أنبيائه هو سليمان عليه السلام فأمرهم بطاعته فكانوا من جنوده يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وقدور الراسيات ويستخرجون له من البحر اللآلئ والجواهر والدر وسخر له مرضة الشياطين حتى قرنهم في سلاسل وقيود من حديد فيحرسه الله عز وجل من أن يناله أحد منهم بسوء بل كل في قبضته وكل تحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الذنو إليه والقرب منه بل هو يحكم فيهم ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم فبعد أن مات سليمان عليه السلام أخرج كفرة الجن كتوبا كتبت زمن سليمان عليه السلام وكان قد دفنها فأخرجوها وقالوا للناس بهذا حكم سليمان وبهذه الكتب سخر الله له الجن فاتبعوا السحر وقالوا عنه ساحر ثم بعث الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه للجن والإنس فأقام الحجة عليهم أجمعين أقام الحجة على الجن ودعاهم فأجابه وأنزل المولى سبحانه آيات تتلى فقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نثرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وقد جاء بيان هذا الحدث العظيم جاء مفصلا فقد انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال إبليس ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين بعثهم إبليس وكانوا سبعة منهم زوبعة فقد مرهت زوبعة وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر وهم من بني الشيصابان وهم أكثر الجن عددا وأقواهم شوكة وهم عامة جنود إبليس فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا له قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فولوا إلى قومهم منذرين وقد آمنوا أجمعين قال عليه الصلاة والسلام أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن وسألوني الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقلت لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن وكانت أشكالهم كأنهم رجال الزط أي رجال السودان أو السود وكأن وجوههم المكاكي نوع من طيور الريف فكان مما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت ما أنت قال أنا نبي الله قالوا فمن يشهد لك على ذلك قال هذه الشجرة ماذا تشهدين قالت أشهد أنك رسول الله فرجعت كما جاءت تجر بعروقها الحجارة لها قعاقع حتى عادت كما كانت سبحان الله نبي تسامى في المشارق نوره فلاحت بواديه لأهل المغارب أتتنا به الأنباء قبل مجيئه وشعت به الأخبار في كل جانب ورام استراق السمع جن فزيلت مقاعدهم منها رجوم الكواكب هدانا إلى ما لم نكن نهتدي له لطول العمى من واضحات المذاهب سبحان الله الذي أرسل رسوله وأن رسول الله أفضل من مشى على الأرض من أولاد آدم أو غدا وأرسله رب السماوات رحمة إلى الثقلين الإنس والجن مرشدا فيا من نشأتم ويا من ترعرعتم على غير دين الله وعلى غير شرع الله وعلى غير ملة التوحيد يا من نشأتم على دين آبائكم وعلى دين أجدادكم وكبرائكم وعشائركم وكبرائكم وعشائركم الذين اتخذوا إبليس وليا من دون الله يا من نشأتم على دين اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم ومسخهم بعد أن كفروا بالله ورسله وفرقوا بين الله ورسله بعد أن نسبوا إلى الله الولد سبحانه فقالوا عزير بن الله بعد أن تعدوا على خالقهم فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم وبعد أن قتلوا أنبياء الله بغير حق وبعد أن حرفوا التوراة إلى غير ذلك من ارتكاب الفواحش ويا من نشأتم على دين النصارى الضالين الذين كفروا بالله عز وجل حين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وحين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وحين قالوا إن عيسى وحين قالوا أن عيسى بن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا النصارى الذين ضلوا وأضلوا حرفوا الإنجيل وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويا من نشأتم على المجوسية وعبادة النار وتأليهها من دون الله وهي من خلق الله ويا من نشأتم على البوذية وعبادة الأصنام وعبادة الكواكب والسجود لإبليس ولغير الله وتركتم عبادة أحسن الخالقين وتركتم عبادة رب العالمين ويا من نشأتم على الكفر البواح وعلى الإلحاد والشيوعية وإنكار وجود الخالق بالكلية ويا من نشأتم على الإسلام الذي يحرف وبدل نشأتم على عقيدة الاتحاد والحلول نشأتم على عقيدة شتم الصحابة والطعن في كتاب الله والطعن في الملائكة المقربين والطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام ويا من نشأتم على النفاق والظلم والاعتداء ونشأتم على القتل والحسد لبني آدم خاصة متابعة لأبيكم إبليس ونشأتم على ارتكاب الفواحش الظاهرة والباطنة كالزنا الذي انتشر بينكم وتسلطتم به على بني آدم واستمتاعكم منهم بالحرام وسرقتهم وترويعهم وأذيتهم بالليل والنهار ويا من نشأتم بين السحرة والكهنة وتعلمتم السحر من كبرائهم وخدمتم سحرة الجن وسحرة الإنس لإيقاع الأذى بالخلق لقاء ثمن بخص يقابله عقوبة الله لمن فعل ذلك ألا فعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده وأن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قال سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وعلموا أن دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول لها وعزتي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين واعلموا أن دعوة المظلوم لتصعد إلى السماء كأنها شرارة حتى وإن كان المظلوم فاجرا أو كان كافرا فإن الله عز وجل حكم عدن ألا فاتقوا دعوة المظلوم فإن من دعا على من ظلمه فقد انتصر أي نصره الله وصدق من قال وحق الله إن الظلم لؤم وإن الظلم مرتعه وخيم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله وعند الله تجتمع الخصوم ويكفكم ما جاء في سورة الأنعام من إنذار الله وتحذيره لكم من عاقبة ظلمكم فقال عز من قائل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فهذا خطاب من الله للكفار من الجن في استكثارهم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم واستمتاعهم بهم وبيّن أن هذا كفر بالله حين قال سبحانه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فأوجب لهم النار بقوله فقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وخاصة بعد أن أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإقرارهم بذلك معاشر الجن لا تحسبوا أن الله غافل عن سوء أعمالكم كيف وهو القائل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال سبحانه محذرا محذرا من أطاع الظالمين في ظلمهم وأعانوهم على بغيهم وعدوانهم وسحرهم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون بل بين سبحانه ما سيصيبهم من حسرة وندامة وعذاب قال سبحانه وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وقال سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقال سبحانه بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين وقال عز من قائل فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون وقال الحكم العدل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وبيّن حسرتهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون نعم نعم والله لن ينفعكم من أطعتموهم ومن أعنتموهم على ظلمهم لن ينفعكم كبراءكم من دون الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال سبحانه وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال سبحانه وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد فيا من ظلمتم وبقوتكم تسلطتم وبقشتم اعلموا اعلموا أن الله عز وجل قادر على أن يهلككم كما أهلك من قبلكم ألم تروا ألم تروا كيف فعل ربكم بعاد وفرعون ذي الأوتاد ألم تروا كيف أهوا بالمؤتفكة وكيف أمطر على قوم لوط حجارة من سجيل بعد أن جعل عاليهم سافلهم ألا تتفكرون في جبار السماوات والأرض في ملك الملوك الذي أعطى سليمان عليه السلام ملكا على الإنس وعلى الجن وعلى الوحش وعلى الطير وسخر له الريح تجري بأمره فماذا قال ذلك العبد الصالح ما كان منه إلا أن قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى واردي فتبارك من شكر الورى عنه يقصره لكون أيادي جوده ليس تحصره تسبحه الحيتان في الماء وفي الفلاة وحوش وطير في الهواء مسخره وفي الفلك والأملاك كل مسبح نهارا وليلا دائما ليس يفتره تسبح كل الكائنات بحمده سماء وأرض والجبال وأبحر جميعا ومن فيهن والكل خاشع لهيبته العظمى ولا يتكبر له كل ذرات الوجود شواهد على أنه الباري الإله المصور دح الأرض والسبع السماوات شادها وأتقنها للعالمين لينظروا وأبدع حسن الصنع في ملكوتها وفي ملكوت الأرض كي يتفكروا وأوتدها بالراسيات فلم تمد وشقق أنهارا بها تتفجروا وأخرج مرعاها وبث دوابها وللكل يأتي منه رزق مقدر وزان سماء بالمصابيح أصبحت وأمست بباه الحسن تزهو وتزهروا فأين العصاة المجرمون أين الزنات الذين انتهكوا ما حرم الله وتعدوا حدود الله أما علموا أن الله حرم الزنا وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أما علموا أن الزنات يعلقون من فروجهم يوم القيامة ويعذبون أشد العذاب حتى يسيل الصديد من فروجهم التي استمتعوا بها مما حرمه الله عليهم أين الذين عاشوا على سرقة أموال الناس ومتاعهم وطعامهم ويظنون ويظنون أن هذا ذكاء منهم ألم يعلموا ألم يعلموا أن الله بما يعملون بصير أين الذين عاشوا حياتهم كذبا في كذب فلا ثقة بينهم أبدا أين الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيسعون في إفساد معيشتهم وسعادتهم دوما وأبدا أين عباد إبليس الذين يتقربون إليه بالتفريق بين الأزواج والأبناء ويسعون في قطيعة الرحم ويسعون في إثارة البغضاء والشحناء أين الذين يسعون في إضلال الناس عن دينهم ويسعون في تزيين الشهوات لهم أين عصاة الجن من المسلمين الذين اتبعوا شهواتهم وتفلتوا على الناس بالأذى والعشق المحرم أين كل أولئك يوم القيامة يوم يجمعون على صعيد واحد يوم يصب الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر تنزلق الأقدام منه ولا تثبت يتهاوى الملاحدة ويتهاوى عباد الطواغيت والأوثان يتهاوى اليهود والنصارى يتهاوى المجرمون والعصاة والزنة فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون يتهاووا في سقر التي لا تبقي ولا تذر عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد تسعة عشر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يتهاوى في لضاء أن الزاعة لجلدة الرأس يتحطمون في الحطمة ويل ويل لمن أعد الله له سلاسل وأغلال وسعيرا ويل لمن سيرمى بشرار كالقصر ويل لمن سيكون طعامه الزقوم كالمهل يغلي في البطون ويل لمن شرابه الحميم الذي يقطع الأمعاء والبطون ويل لمن سيحشر على وجهه يسحب في نار جهنم ويل لمن سيطأه أهل النار بأقدامهم جزاء كبره في الدنيا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ذلك اليوم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ذلك اليوم ذلك اليوم العصيب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يومها توضع الموازين القصط ليوم القيامة موازين وأي موازين موازين تزن الذرة وأقل منها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يومها يوم تعرض الكتب يوم يعرض كتابك أيها العبد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ألا فإني ناصح ألا مفتد من حر نار عظيمة ألوف سنين تلك تحمى وتسعروا لها شرر كالقصر فيها سلاسل عظام وأغلال فغلوا وجرجروا عصات وفجار وسبع طباقها وسبعين عاما عمقها قد تهوروا وحياتها كالبخت فيها عقارب بغال وضرب والزباني ينهروا غليظ شديد في يديه مقامع غليظ شديد في يديه مقامع إذا ضرب الصم الجبال تكسروا ومطعومهم زقومها وشرابهم حميم بها أمعاؤهم منه تقطعوا ويسقون أيضا من صديد وجيفة تفجر من فرج الذي كان يفجر فيا عجب الندري بنار وجنة وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر فأماءان لقلوبكم أن تخشع ولربكم أن تخضع أماءان وقت التوبة أماءان وقت الفوز بالرحمة والمغفرة ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يبدر الله سيئاتكم حسنات فقد وعد سبحانه بذلك فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العباب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فإن الله يتوب عليه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وقال سبحانه واعدا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم نعم والله يتوب الله سبحانه وتعالى فهو القائل سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وقال عز من قائل يبشر عباده المؤمنين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد نعم لقد وعد الله سبحانه وتعالى كل من أذنب بأنه غفور رحيم فهو القائل سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرتا أن تقول نفسيا حسرتا يا حسرتا على ما فربط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ألا تحب أن تستغفر لك الملائكة فإن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقال سبحانه يبين واسع مغفرته ويبين فضله على من تاب واستغفر لذنبه فقال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فاستجيبوا عباد الله استجيبوا لله تفلحوا وتفوزوا فالمولى سبحانه وتعالى يبين أن الحسنى لمن استجاب له وأن الخسران لمن عصاه قال سبحانه للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد ألا فأدركوا ما فات وسابقوا إلى مغفرة من الله سبحانه وتعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها الدر والياقوت نعم من الدر والياقوت تبنى قصورها ومن ذهب مع فضة لا تغيروا وما يشتهى من لحم طير طعامها وفاكهة مما له يتخيروا ومشروبها كافورها ورحيقها وتسنيمها والسلسبيل وكوثروا ومن عسل والخمر نهران جوفها ونهران ألبان وماء يفجروا وغالي حرير فرشها ولباسها وحصباؤها والترب مسك وجوهروا وأكوابها من فضة لا كبيرة على شارب منها ولا هي تصغروا ومن ذهب زاه الجمال صحافها يلذ بها عيش به العين تقرروا وأزواجها حور حسان كواعب رعابيب أبكار بها النور يزهروا ملاح زهد في رونق الحسن والبهاء وكل جمال دونه المدح يقصروا ومنها يعذب البحر الأجاج بريقها ومن حسنها للعالمين يحيروا ومن لو بدت من مشرق ضاء مغرب وحار الورى من حسنها حين تظهروا نعم والله حور حسان لم يطمثهن إنس ولا جان خيرات حسان وصفهن الله سبحانه وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن بيض مكنون لك أيها التائب حورا لك أيها التائب من ذنوبك وسيئاتك ألا تحب أن ترى ربك يوم القيامة ألا تحب أن ترى خالقك سبحانه وتعالى يوم المزيد يوم يقول لك رضيت عليك فلا أسقط عليك أبدا إذا ما تجل الله للخلق جهرة تعالى لكل المؤمنين لينظروا وقد زين الجنات عدن وزخرفت نسوا كل ما فيها لما منه أبصروا جمالا ووصفا جل ليس كمثله وفضلا وإنعاما يجل ويكبروا نعيم ولذات وعز ورفعة وقرب ورضوان وملك ومتجر بمقعد صدق في جوار مليكهم هنيئا لمسعود بذلك يغفروا نعم والله هنيئا لك هنيئا لك إن سارعت وسابقت بتوبة النصوح قبل فوات الأوان وقبل خروج الروح معاشر الجن أقول ما تسمعون وأشهد الله عليكم اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ألا فليبلغ السامع منكم الغائب ألا إني داع فأمنوا اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا وتجاوز عن زلاتنا وبدل سيئاتنا حسنات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعترفنا بذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اكفينا شر كبرائنا الذين صدون عن صراطك المستقيم وأكرهونا على كل باطل وسحر وحسد يا رب العالمين اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين عباد الله اشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا البيت الحرام وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون واعلموا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وصل اللهم على ترجمة نانسي قنقر